تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناة سيلفي سبورت فيديو اليوم عاجل كان لازم نقدم نقاش كروي لكن اضطرنا نعمل فيديو عاجل لأنه كومان رحل ولأنه تقريبا الإشارات كلها بتقول على الأغلب حنشوف اتشافي بدل منه بس مش اليوم ولا بكرة ممكن تاخدنا المسألة اسبوع زمن رحل كومان أعلنه إيقالته وهو في الطيارة فالوضع لم يعد يحتمل ما صار الوضع بس مجرد نتائج سيئة بل كرة قدم عجيبة غريبة لا تموت لبرشلونة ولا حتى الكرة الإسبانية بصلة روح ميت في الفريق لاعبين اللي بينزل مستوى ما بيرجع أبدا ما في شيء منشوف اسمه ردة فعل لأي فرد بينزل مستوى الشباب بينزله وبظل هم نازلين ومعظم اللاعبين اللي تراهن عليهم إنهم يرجعوا لمستواهم رجعوا أكثر وأكثر لورا بدل ما يرجعوا لمستواهم ومع علاقة سيئة واضحة جدا مع الرئيس لابورت وعدم ثقة إعلامية فيه كان لابد أن يرحى الكومن هندخل بتفاصيل أكثر في حلقة اليوم بس دائما أنا بذكركم أنكم بتعملوا لايك على هذا الفيديو لأنه بساعدني نوصل أكثر وأكثر لجماهير برشلونة نرجع لموضوعنا ما في برشلونة واحد يمتابع طريقه بيعرف فريقه بيعرف وضع فريقه يفكر أنه مبارح الحلة المشكلة وبيقول الحمد لله طردنا كومن أمورنا تمام يبيعرف أنه هذه مجرد خطفة أولى في طريق طويلة فالمشكلة الآن أصبحت بيجينات النادي في أعماق النادي محتاجة مدرب شجاع يقود مرحلة التغيير ويستوعب التطوير ويوصل لحل ويبني ويأسس ممكن هو ما يحصد الإنجازات بس على الأقل اللي بعده يجي ويحصد هذه الإنجازات البعض بشوف تشافي بيرجع بيقول لك بشبه فترة جوارديونا لا الكلام خاطئ الفترة الآن بتشبه ما قبل ريكارد من حيث انهيار كل شيء الهوية والنتائج والتفاصيل الفنية كلها مش واضحة للفريق وفي فترة ريكارد كان فيه شاب صغير عمره 23 سنة كان اسمه تشافي هرناندز كان جزء أساسي من بناء ريكارد للمستقبل وطور الفريق وجاب دور الأبطال وجاب الدوري وأعطى خامة قوية يمكن البناء عليها لفريق السداسية تشافي الآن مرشح يعود بحيويته بطاقته بعمره 40 سنة بشوية خبرة كسبها في الدور القطري على برشلونة عشان يقود هذا المشروع ويكون ريكارد الجديد لإنقاذ هذا النالي أكثر من إنه إيجوارديولا الجديد رغم إن أنا فاهم الناس بتحب تقارنوا بيب لكن الظروف أبدا مش نفسها في حلقة اليوم راح أحكي عن ثلاث محاور خبرة وشخصية تشابي تاكتيكو وشو متوقعين نشوف منه في أرض الملعب وشو المطلوب منه أساسا وكيف حنقيم عمله تحديدا في الموسم الأول نبدأ بفكرة شخصيته أسطورة من أساطير النادي حقك كل شيء لاعب بالنسبة لبرشلونة بيشبه زيدان بالنسبة لريال مدريد لاعب كلاعب كرة قدم وأسطورة بالنسبة لبرشلونة أعلى من جوارديولا وأعلى من كومن كل اللي بالفريق الحالي في برشلونة شافوه أو سمعوا عنه أو بعرفوا عنه شو هو كان جزء أساسي من الفترة الذهبية لبرشلونة والإسبانيا فالاحترام موجود واصل لكن خليني أوضح أنا هون باعتبرها خبرة العمل اليومي وليست خبرة المدرب نفسها ليش؟ لأنه فيه فرق كبير اللي ما نجي نتكلم عن دوري في منطقة آسيا مقابل دوري يعتبر الأول أو الثاني في العالم بالنسبة لكثير ناس فمثلا الفرق ضدك في الدوري القطري مش كلها بتلعب بأسلوب أوروبي متقدم وكرة قدم حديثة في منهم برجع لورا من أول دقيقة وبرايحوا راسك ولا حدا تقريبا بيضرط للأمام في منهم ما بلعبوش الكرة الأساسية معروفة هذه الدوريات بدوريات آسيا كلها بأفريقيا كلها بخارج أوروبا كلها للعلم وحتى خارج الدوريات العشرة الكبرى في أوروبا أيضا إدارة النجوم في بلادنا أسهل أنه النجم نوعين يا نجم محلي حابب يظلوا بنفس نادي بنفس راتبه العالي لآخر يوم مسيرته أو جاي من برا وعمره بقرب يخلص فبدو يخلص هالعقد ويوصل لسن الاعتزال معظمهم هيك أو إنها أوروبا قالت لهم ما عدنا بدنا إياكم فما عاد عنده مسألة وكي الأعمال بيحاول يجيب له نادي أو لاعب حاسس أنه بيقدر ياخد راتب أكثر أو لاعب بيتفق مع صحفي من وراء الطاول ويبلش يسرب أخبار ما عندنا هذه الأجواء في حين عندهم هذه الأجواء في إسبانيا فهذه إدارة النجوم ما مرق عليها تشادي كمدرب لكن بالنسبة لشخصيته فهو في أكثر من وقت في برشلونة أثمت له الرجل القوي الرجل الحاسم قصة إنريكو ميسي هو أساس في حلها قصة تحريك برشلونة وإدارته في فترة غياب في لانوفا أيضا هو الأساس في حلها وما ننسى هدنة السلام في وقت ما كانت مولعب ريال مدريد وبرشلونة كان المنتخب الإسباني هادي متكاتف ومتلاحم نتيجة نوع من الصفقة الهدن والسلام اللي صارت بين قتشافي وكازيس هذا دليل على شخصيته على قدرته على أنه يفرض كلمته على الآخرين وفي نقطة مهمة قبل ما ننتقل لتكتيك وبدأ أحكيها الرجل هذا عنده خبرة حلوة خبرة أنه شاف كل انهيارات برشلونة تقريبا وصعودها شاف فترة المعاناة وأسبابها وعرف وتعلم منها فعنده ثقافة الأزمات وهذا الشي كويس لبرشلونة بهذه الفترة ننتقل لفترة تكتيك إتشابي هرناند سال اللي بيشوف السد القطري اللي بيشوف مقاطع فيديو منوعة إلهم بيعرف مباشرة لما يركز بيقول آه هذا فريق بيب جوارديولا تاع برشلونة بس على أبطأ على جودي أقل طبعا لأنه ذلك الفريق اللي كان مع بيب جودته خارقة الرجل يقول بصراحة أنا ما بهمني شكل الفريق 4-3-3-3-4-3 شو ما تسموه أنا بهمني الفلسفة اللي رح ألعب فيها فهو يضع الفلسفة اللي بدي العب فيها بيشوف اللاعبين اللي عنده بوزع أماكنهم ومساحات أو ماقف والتمركزات اللي لازم يلعب فيها فبطلع عنده الشكل في النهاية فالشكل بالنسبة إله نتيجة الفلسفة والستايل وليس هو اللي بيفرض الفلسفة والستايل عشان هيك شوفناه بقطر بي لعب 3-4-3 و4-2-3-1 و4-3-3 لأنه بيشوف اللاعبين المتوفرين عنده بينشرهم بأرض الملعب عشان يطبق أفكار واللي حنشرحها أكثر الآن وبطلع معاه الشكل هذا الطبيعي 3-4-3 4-3-3 و4-2-3-1 لعب فيهم كلهم والرجل في أكثر من مقابلة قال كلمة واحدة أنا مهووس بالاستحواذ هذا اللي لا نقاش فيه والاستحواذ بالنسبة له سلاح يحقق هدفين حسب قوله الهدف الأول إعادة الخصم جدا للخلف وبالتالي دائما يجعل الخصم في موقف الخطر والهدف الثاني اللي هو إنه إذا معاي الكرة ما بتسجل فيه هدف وهذه قاعدة بتوارثوها مهووسين استحواذ منذ كرويف لما تكون معاي الكرة وأنا باستحواذ فرصك أنت علي أقل بس لما نيجي نتكلم عن الاستحواذ هو مؤمن بشكله التقليدي أكثر من جوارديو لا يعني من يتكلم بحب الأجنحة تفرد من اليمين لليسار وبالتالي يوسع رقعة اللعب العرضي وأيضا بيحب إنه الأظهرة تكون إجريبة كثير من الأجنحة فبيعملوا مع بعض إما الأوفرلاب أو الأندرلاب حسب فكرة الكرة القادمة التي يطبقها لكن بيحب يكونوا هدول الاثنين فاردين مع بعض الظهير والجناح يعني ما بيعمل كثير أفكار جوارديولا لما نشوف الظهير بيدخل بالعمق أو العكس لما نشوف الجناح بيدخل بالعمق والظهير بيقدم بيحبوا يلعب أكثر بالأسلوب اللي خلينا نسميه ممكن أفضل وصف ممكن تقرأوا عنه إنه مش بحسلوب لمربول أكثر ولما تشوف الظهير بربط مع الجناح والظهير بيربط مع الجناح بس دائما راح نشوف تشابي لما بدي يستحوذ مضطر يخلي قلبين الدفاع يتقدموا كثير لتقريبا دائرة نصف الملعب عشان هيك أول خبر طلعن بارح تشابي طلب كوندي طلب مدافع شبيليا تشابي اشترط مدافع سريع وفعليا اسلوب تشابي واسلوب جوارديولا واسلوب هذي الفرق المستحوذة والمستحوذة بقسوة لا بد من مدافع سريع مع مدافع بطيء ولعب وسط بطيء محوري انت بتكون عم تنتحر مش عم تلعب استحواذ انا شفت اكمل مباراة فريق السد لكن ايضا شفت كثير مقابلات لتشابي هرناندز الرجل بحب فكرة التفوق العددي مهووس فيها ايضا وهو هوس كرويف هوس جوارديولا ايضا شو يعني التفوق العددي انه كل لاعب من الخصم دائما حيحس حاله انه محاطمي لعبين اكثر من برشلونة كيف يعني رأس الحرب تاع الخصم لما تكون الكرة مع برشلونة وهو طالع بيكون دائما في قلبين دفاع حوله وفي لعب وسط متأخر بيقرب منهم فبحس حاله محاط بثلاث وهذا التمركز متحرك كيف يعني لما يأكدوا انه تخلصوا من عائق المهاجم كأول مدافع للخصم تلقى لعب وسط متأخر بروح بيربط مع لعب الوسط الثاني اللي عنده ومع الضهير فبصير فيه ثلاثة ممكن يتفوقوا على الجناح الايسر تاع الخصم او مثلا لو لعب الوسط اللي على اليمين قدم شوي ربط مع الجناح الايمن ايجالهم الضهير صاروا ثلاثة الخصم حيرجع داتع بضهير وبلاعب وسط فبصيروا ثلاثة على اثنين دائما فيه موقف تفوق عددي شو يعني تفوق عددي المسألة مش طوشة مش دوم يضربوا بعض المسألة دائما فيه زاوية تمرير على الاقل مفتوحة لأحد اللاعبين عشان يظلهم محافظين على الكرة وعلى تدميرها ايضا المهاجم الجزء اساسي من فلسفة تشافي في مسألة نقل الكرة من الثلث الثاني للثلث الاخير فلازم يكون يعرف يلعب لمسي اولى لازم يكون واعي في تمركزه ولازم يكون ذكي بعد ما يطلع الكرة يتحرك عشان هيك اتوقع ان لوك دي يونج ربما يطلع في الشتاء من برشلونة انه صعب اشوفه بنسجم برايت وايت اعتقد حكوه مجرد خطة با لانه صعب ايضا يستوحد هذه الفكرة هذه الفلسفة صعب يكون عنده هذه المرونة ومن هون بتوقع انه دي باي يفوز بهذه المعركة ربما هو الاقدر والافهم لهذا الموضوع والاكثر حركية يعني جسده ولاياقته ومرونته افضل من اقويره طبعا بسبب فارق العمر وفارق التعرض للاصابات بس كمان حنشوف عنده بالمهاجمين عادة بنشوفها مع اقوار دي ولا كتير دائما المهاجم الجناح الايسر بيحاول يوقع في نصف المساحة بين الظهير الايمن تعال خصم وقلب الدفاع ونفس الشيء بتلقى الجناح اللي على الجهة التانية بيحاول يوقع بين الظهير وقلب الدفاع والمهاجم بوقع نفسه بين قلب الدفاع بيهاجموا انصاف المساحات بهذا الشكل عشانهم دائما بوقع يدوروا الكرة لعند الثلث الاخير وفجأة بتسرع الكرة هون بإمكان اي واحد منهم بكرة جاي بالعمق يسبق المدافع ويكون امام المرمى او بقدر دائما يستلم الكرة فيسحب الظهير ويسحب قلب الدفاع لو كان الجناح مثلا ويروح مطلع الكرة للظهير وهون بصير ظهيرك انت مرتاح بقدر يلعب كرة عرضية بكل اريحية كثير بنشوف هذه الاسلوب مع تشافي بقطر وبنشوفناها كثير مع جوارديولا في كل مكان من حيث الشكل انا بمين انه هيبلش في اربعة ثلاث ثلاث ثم ممكن يبلش يعدل عليها بس الاربعة ثلاث ثلاث اللي يلعبها بكثير مواقف كان عم بيلعب بمحورين وامامهم لاعب مش بواحد امام واثنين لانه دائما دخليني ارجع احكي هو هيشوف فلسفته وحيشوف مزايا اللاعبين اللي عنده ويسقطهم على الفلسفة فيطلع معاه الشكل فممكن فعلا يلعب باثنين قدامهم واحد او ممكن يلعب بواحد قدام واثنين او ممكن يلعب بثلاثة عصف واحد حسب اللي حيلقاه مناسب للي هو بدويا من ضغط عكسي لانه بحب الضغط العكسي جدا ودائما بيضغط للامام بقوة بكل اللاعبين اللي عنده عشان هو مؤمن انه هذا الاسلوب هو الاسلوب الوحيد اللي بيخلي مساحة الخصم بالارتداد اقل ما تمكن شفنا بيلعب بمهاجم عادي وبمهاجم وهمي حسب الامكانيات شفنا ايضا ببني من الخلف كأنه برشلونة القديم 100% بناء خلفي هادي بيطلع بالكرة بوصلها الثرث الأخير بقوا يدور فيها على مشارف الثرث الأخير ببطء لكن فجأة بتلقى الكرة بتسرع لما الضهير يقدر يشبك مع الجناح مع لاعب وسط يقدروا يلقوا الجملة اللازم تكتمل بثلاثة اربعة تمريرات بثواني قليلة شفنا بيقدر يخلي السد يلعب شئ بشبه التكيتاكا وهذا معناه انه قادر يزرع فلسفته فيه اماكن صعبة وبالتالي مش هشوف انه فيه صعوبة له يزرع هاي الفلسفة برشلونة لكن يبقى التحدي انه فيه السد كان عنده اللاعبين الافضل اللي احسن في الدوري وبالتالي قادر يفرض فلسفته في الملعب هو فرضها على طريقه لكن حتى يفرضها في الملعب لازم يكون الافضل ما بعرف فيه برشلونة هل هيقدر يعمل ذلك امام الخصوم وهو لا يملك اللاعبين الافضل مسألة ثانية لازم يكون متوقعينها في البدايات لما يحاول يغير اسلوب الدفاع لان الفريق اعتاد يرجع لورا بيدفاع غريب برشلونة بالسنوات الاخيرة لما يحاول واحد يقولهم يلا بنا ندافع باسلوب برشلونة القديم احتمال اخطاء تصير هفوات يطلقى اهداف الصبر مهم عليه لعند ما يلقى توازنه لعند ملعبينه يستوعبوا المطلوب منهم واحد واحد الروح على الجزء الثالث شو المطلوب منه يعمله عشان ينجح وكيف حنقول عنه انه نجح في السنة الاولى المطلوب منه عشان ينجح يفهم جيدا انه التكتيك مش كل شيء في الاندي الكبرى وهو ابن الاندي الكبرى وفاهم ذلك انه الادارة الذهنية تحفيز اللاعبين جعلهم بالشعور بالاهمية والسعادة هو اساس للنجاح التكتيك جزء بسيط اساسي الاندي الكبرى كلها تكتيكها كويس بصير مع الوقت لما مدربين هيسيطروا عليها اللي بيفرق بينهم هذه النواحي الادارية والذهنية والنفسية للاعبين تشافي لازم ما يكثير يبالغ ويقلب بيلسة فيها يركز كرة قدم بس وينسى انهم بشر من التحديات اللي حيواجهها تشافي التعامل مع اصدقائه بوسكتش بيكي هدول اصدقاء مقربين اله لعبوا معاه روبرتو لعب معاه كي بدي يعطيهم اوامر كي بدي يقولهم مستوىكم مش تمام يا شباب بتكم تشدوا حلكم لا يقدكم يا شباب فكر يا روبرتو في ارض الملعب هل حيتجرأ هذي مسألة حاسمة لان لو بلش يجامل هدول التانيين هيقولوا لو واحنا كمان لو بدي احكي عن الاهداف اللي لازم يركز عليها اول شي استعادة مستوى بعض اللاعبين مثل دمبلي كوتينيو وروبرتو لما اقول استعادة مستوىهم ما بقول مية في المية خمسين بالمية منهم ستين بالمية منهم كويسين يتحولوا للاعبين مفيدين بعدين يحسب مسألة لينجلي امتيتي وريكي بوين مش منطق اللاعبين بياخذ رواتب جيد اللاعبين كان عندهم جودة يهملوا لهذه الدرجة يحاول يقنحهم اذا ما بدوا يطلعوا باحترام بدون نوع الدفع والايهانات اللي كان عم بيصير بالسوق الماضية او يدوروا لهم عدور يصيروا فيه مفيدين هذي مسألة ثانية لازم يعملها والشي الاساسي الثالث الحالة البدنية المنهارة لهذا الفريق لازم تنتهي اللاعبين هذون لازم يدخلوا ببرامج اعداد بدني حقيقي المشكلة بنص الموسم صعب تعملها اللاعبين هيرهقوا في المباريات فمستحيل تقدر تعمل برنامج زي اعداد الصيف لكن على الاقل برنامج سريع برنامج قصير يحسن الحالة البدنية السيئة اللي عم نشوفها لهذا الفريق لانها اساس مشاكله الهجومية والدفاعية وايضا مسألة زراعة الثقة بالنفس لازم نرجع نشعر انه برشلونة واثق بنفسه برشلونة ما بيخاف من اوساسونة وريو فلكانو والاسماء هذه برشلونة ما بيخاف من حد كان على الاقل رجعه ما يخاف من الفرق المتوسطة ويزرجع برشلونة اللي يفرض شخصيته على هاي الفرق وشوي شوي بيرجع برشلونة اللي بيفرض شخصيته على الجميع لازم ايضا نشوف بداية فلسفة كوروية واضحة الكون قبل المباراة عارفين كيف رح يلعب برشلونة ما نتفاجأ اليوم انه بيكي مهاجن زي ما كان يعمل فينا كومن وما نتفاجأ زي مع فالفيردي الفريق بدافع امام اي فريق كورت القدم المهم الفوز ولازم ايضا يستعيد صوت المدرب في المشروع الرياضي ما بيقول يقوده لانه هاي اللي وظيفة صارت لمدير الرياضة ومدير كورت القدم بالنادي لكن لازم يكون له صوت مش اللي صار اخر السنوات الان هذا على جنب والناس بتقرروا بتجيب لعيبة وهو مطالب يدرب ما نجحش بتردوه لازم يرجع صوت المدرب لانه صوت المدرب هو اللي عايش مع اللاعب هو اللي فاهمه المشاكلهم مش شخص تلابس بدلة وقاعد فوق هذا شي مهم جدا ايضا والاخير النتائج انا مش متوقع منه ولا حطالبه يجيب لا دوري ولا دور الابطال ولا كأس حتى لو انه لساته في كل البطولات اللي عم بطالبه منه بالموسم الاول انه يتأهل لدور الابطال بشكل مقبول باداء مقبول بفلسفة واضحة عشان بكرا لما يجيب ان يشتروا لاعب يقولونا داني اولمو نقول اه والله احسن من رحيم ستيرلينج او نقول رحيم ستيرلينج احسن من داني اولمو عشان فلسفة برشلونة واحد اثنين ثلاث حاليا لو تقول اي لاعب في الدنيا هنقول ممكن يزبط لانه مش عارفين كيف برشلونة رح يلعب بكرة وصل هنا هاته الحلقة بذكركم تشتركوا بالقناة وتتركوا لايت كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة